حبيبي الحلوين مسلسلنا بيبدأ مع بطانة يان الشاب الغني الوسيم اللي مفيش منه اتنين فتى الاحلام اللي جاي على حسان ابيض لا هو بجد ركب حسان ابيضه زي ما انتوا شايفينه بيتمختر بيه وبطالتنا هان او ميان وهتعرفوا قصدي ايه قدام وطبعا بتبقى فقيرة اكيد يعني مش عايزين نبوز شرع ربنا واللي اتنين يبقوا اغنية مثلا المهم بيبدأ اول يوم جامعة وبطالتنا جاي على فزبة اما بطانة فجاي مع صاحبه طريق قبه باحدث العربيات اول يوم جامعة وبنلاقي شلت معجبات مستنيينه بس بيلاقوا انه غفلهم ورح من بوابة تانية اما اللي جاي من البوابة الرئيسية قبه عشان يغفلهم وبنتنا بتروح تركب الاسانسير عشان تلحق اللي وراها بس اول ما بطانة بيشوفها وهو جوا الاسانسير بيقفله عافية فبتقوله يا جدع انت هو الاسانسير باسمك الاشكال دي على الصبح وبتطلع تغير هدومها الفستان حلو وبتزبط شعرها اما ابننا فبيلاقي بانر عليه صورة واد كده وبنتنا طالعة بتلاقي البانر اتنين عمالين بينقلوه فبتقوله يا حلاوة على الاشكال اللي تفتح النفس وفاجأة بتلاقي ابو حصان وراها وبيغير هدومه فبتقول يا لهوي انت طلعتم الصورة امتى فبيعمل لها بايدهش ما تفضحي ناش وبيروح بعدها عشان يقدم برنامج عن احوال الاقتصاد بيتزعف الجامعة على الطلبة والدكاترة وفي الوقت ده بنتنا كانت رايحة املى استمارة للتبادل الثقافي صدقوني انا معرفش ايه ده بس اللي عشية ما يشوف يعني المهم بعد ما خلصتها المفروض بتروح تسلمها للمسؤول وبيكون مع طاقم التصوير اللي بيصور البرنامج اللي ابو حصان بيقدمه لايف وعمل يتكلم بقى عن الناس وبيشتروا ايه والغني زكي لما بيشتري اما الفقير فده اللي اول ما بتجيله فلوس بيصرفها وقاعد بقى يتكلم في كلام كبير قوي يعني يصعب على امثال فهمه المهم بيقولها طلع حد من زميلاتنا البنات جنبي واتكلم معيها فبيزوق بطلتنا تطلع وبيتكلم معيها عن برجها وصفاته وده يخليها تشتري ايه وتحب ايه وتكره ايه بس بياخد باله ان زرار فستانها مقطوع فبيشور لها كده في الدراء تعدله بس هي فاكرة بيتحمرش بها وانه عايل بقى ليل الادب وبيغير هدومه وسط الجامع عادي فبطلتوشه حتى تكف على الهوى مباشرة كده اصد معجباته في الكلية اللي بيتفرجوا لايف وطبعا بقت ست المنبوزة رسمي ولما بتقرب من البنات في الجامعة اللي بيجروا وراها دول بيجي لها اتصال ان وراها اردر توصله وبتروح فعلا توصل الاردر للبيت ده بس بتلاقي ابو حصان واقف اصدها فبتحاول تدري نفسها بالكابل اللي لابساه بس الغلس بيقولها افتح الاردر اتأكد منه ولما بنتنا بتفتحه من التوتر الاسورة اللي فيه بتقعط الكسر بس هو بياخد باله منها وبيقولها اهلا والمزرار معطوع ايه جاية تديني كفة على خد التاني فبنتنا بتقعط تستسمحه وتقوله هتفعلك ثمن الاسورة بس ما تفضحنش عند المدير فبدي ام طلع لها سعر الاسورة ايه فبتلاقي نفسها كانت محتاجة تشتغل منه وهي في بطن امها عشان يبقى معها الفلوس بس بيلاقي تليفون جايله من امه بتشتمه لانه تأخر على عيد ميلادها فبطلتنا بترمي ودن كده وبتلاقيها عمالة تكلمه عن انها عايزة يرتبت فبتقوم معالية صوتها وبتقوله يا روح قلبي انت تتعمل ايه وطبعا امه تسمع الجملة دي تتجنن وتقولها بحصان اه يا نامس هتلبت بتاعتك وتعلالي حالا فبيقعد يقلبها في دماغه كده فبيوافق وبيخدها تلبس فستان عدل وهم قاعدين بيقول سبحان الله اول مرة شوف بنت وحشة في كل الفستين لحد ما بيختاروا واحد اخيرا وبيروحوا لعيد ميلاد وبعدها بيرقصوا هناك ولازم يعملوا فيها حبايب طبعا بس ولا رأس المحتر فيه وبتروح تتعرف على امه وبتقول لها اسم فيك مش اسمها وبعد ما لما بتنفض بنتنا بتنقض على البوفيه وعمالة بقى بالدوق من متع الدنيا وابننا بيلطم جنبها من جو على الفضايح اللي عملها له دي دي داخلة في الكوبكيك بوشها لأ وبتلف تقول له اللي ياكل لوحده يزور شوف محدش واكل حتة المارشوميلو دي غيرك فبيزقها عشان مش عايزها ولسه هتقع على وراء تاخد البوفيه وتنزل ام شاددها عشان نختم العيد ميلاد بالفرست كس بس ما تحتسبش دي قوي يعني المارشوميلو هاية وسطهم المهم وهما وقفين هيموتوا من الكاسفة بتدخل عليهم واحدة شكلها كده ووقفتها ودخلتها دخلت حرباية وبتقول له انا عارفة امك بتزن عليك ترتبط بس مش تجيب اي واحدة كده بس ابننا ما بيسكتش وبيقول لها ينفع تخليك في حالك وملكش دعوة بحبيبتي وبيقول لها يلا يا روحي نخلع احنا بس بنتنا بتقول له يسا ما كملتش على البوفيه فبيقول له يا رب صبرني خدي الكوبكيك دي ويلا بس قدامي وبيشدها في حضنه وبيمشي بيها لزاوية كده فبنتنا بتقول له يا اخي الجحود ده مش معجب ولا بيته وكله بيجري وراك ولا حتى بالمزة اللي كانت وقفة معنا شكلك مش مظبوط يوض انت بتحب ايه وبيقطع كلامهم طريق كبه اللي بيدخل يقول له عيب عليك يا صاحبة ارتبت وما تقول ليش بس هي بتبص عليهم وبتضايق عنها اللي هو انتو شكلكم مش مظبوط كده وبينلاقي ام بطنة واختو قاعدين يتكلموا سوا فالحربية بتدخل عليهم وبتقول حاجة غريبة ان بطنة ارتبط بالبنت دي بعد اللي عملته في ديك النهار في اللايف وبتوريهم اللي حصل بس ولا بيفرق معهم اللي اتنين شكلهم كانوا هيستموتوا على اي بيت ترتبط ببوحصون وامو بتقول له اختو طالما انت وطرق قبه مع بنتنا في الجامعة خلوا عنيكو عليها فبتروح اختو وهي مستحلفة لبنتنا ولازم تعرف هم ارتبطوا ازاي فبتكرر تخليها تسكر بس بتسكر معاها وبتقول لها اخويا اللي ما يضطقش ده عجبك في ايه بس بتقع على وشها وبيغم عليها قبل ما تكمل فبطنة بييجي وبيسندوها عشان تدخل البيت وطبعا بنتنا متدهولة بس نص نص وعملة تقول لها بحصان سرك في بير لو ما كنتش بتحب الستات يخسرتك بس هو بيقول لها يا بيت تكتمي هتطلع عليها سمعة ولسه هتتخنق معاه بتتكابل وبتقعم وبتلاقيش غير كرافطته اللي بتشدها فبيغم على بعض على دخلة مين؟ عمته اللي بتقول لهم كملوا يا حبيبي ولا كإني شفت حاجة فتكم بعافية فبتقوم زقاء وآي ما رايحة على المستشفى اللي بتكون فيها صاحبتها المترقعة اللي بتاخد بالها من اخت بنتنا الصغيرة اللي في المستشفى وبتقعد بقى على السللم يحكوا سواء على اللي حصل وبنتنا بتقول لها انها هتحضر محاضرات في قسم اسم علومة لية جنب تخصص الازياء بسبب ان اختها في غيبوبة فهتحضر ليها والاختها الحد مدفوق ينفق كلية طريق قابو بيقول لابننا انه بطلتنا اشتركت في كاس التحدي تقريبا دي مصابقة وبيقوله كمان انها بتدرس في نفس القسم معاه وكمان التانية على القسم بعديك وطبعا دي اختها اللي كده مش هي فربنا يتولاها في حوار المذاكرة داختها كانت دحيحة وبيقوله بقى انها دخلت قدمت في كاس التحدي ومعروف ان اللي بيدخل كاس التحدي ده دايما بحصان فلما بتدخل المحاضرة الدكتور بيستفتح الترمي كده في انه هيقسم الطلبة مجموعات من فاردين فكله طبعا بيجري اختار ابوحصان وبيجي علي الدور يختار هو بقى فبيقوم باختار بنتنا اللي كانت شوية وهتنزل تحت البنش عشان تختفي من وشه فالدكتور بيقول هايل هي دي مجموعتك يا سامير فلما الدكتور بيناديها هان ابننا بيقول لها يا خرب بيتك انت مش كنت يا قيلة في العيد الميلاد ان اسمك لو فبتقوله اكيد يعني مش هقول اسمي الحقيقي انت عيلتك غنية ما شاء الله وممكن يجبوني مين افايا لو عرفوا انك معذرني وطبعا الحربية للأسف معاهم في نفس القسم وهتموت بغزة من اختارها وطبعا عشان عمت بنتنا قالت لأخته ترقبها فأول لما بتشوفها بتلاقيها قاعدة مع واد بنضارة اسمه دودة شكله كده معجب باختها ولازق لها طول اليوم نتمنى نتمنى تبقى انتي واختك نسخة من بعض عشان نعدي الهبل اللي بيحصل ده المهم طبعا اخته بتتفرس ازاي قاعدة مع واد كده غير اخوية وكمان بينازيك باسمه مختلف فبنتنا بتسحبها على برة وبتاكل بعقلها حلاوة وانها قالت اسمي فيك في العيد الميلاد ومش بتقعد هي وبحصان سوا عشان معجباته ميدربوهاش بالقبائيب والتانية ما شاء الله عليها يعني بيتضحك عليها بسرعة وبتقولها يقطعني وانا اللي شكيت فيك بس ابننا قال لقابه على كل حاجة وفضح الدنيا بس بيقوله ما تقولش لختي عشان لكاكة وهتقرفني وبتروح اخته تقول لي قابه دول يابني بيحبه بعد في السر وهي قالت لي كل حاجة وهو اعمال يضحك على العبط بتاعها وتاني يوم بتبقى بنتنا ودودة بيرتبوا الكتب في المكتبة وبيكبس عليهم لاجنة طلبة يفتشوا ويشوفوا الكتب محتوطة في مكانها ولا ايه ومن الشرطة دي طبعا ابننا اللي بيقولها تلف بيه في قسم الادارة تشوف الكتب في مكانها ولا لا ولسه بتغلس عليه فبيقوم زنها في المكتبة بس بيجي لها تلفون انها لازم تجري على كلية الازياء عشان وراها تسجيل مواد وليلة وبعدها بيجي لابو حسن تلفون من ام وبتقوله من غير كلام كتير تجيب حبيبتك وتيكوا تتغدوا عندي الاسبوع اللي جاي وإلا لن تبني ولا نعرفك فبيروح يدور على بنتنا وبيلاقيها لابسة هدوم مدرسة بديل ارنب وبتوزع اعلانات على الناس فبيروح يشدها من ديل الارنب وبيقولها امي عايزانا نتغدى عندها هتيجي ولا ايه فبيقوله مع نفسك لا فبيقوم شديدها من ديلها تاني فبيقوله سيب ديلي يوضي انت وبعدين انا حطتك بلاك لست انت زبون ريخم ومش عايز اتعامل معاك يا قاهر الارانب وهي بتشوح كده قامت اطعاله تشيرت بتاعه فبيقوله يا ابن انت كل مقابلة ليك ببال وليه ما تحل عني فبتاخده تجيب له لبس عشان خطر يغير بس كل الهدوم يعني اسعارها مقدم شقة فبتقوله البيعز تأزينك في دبوس كده فبتديها دبوس شكله بتاعيال صغيرة ملون كده وعلى شكل شمس وبتقوله اثبت عشان اركبهو لك وهي بتركب له الدبوس وقريبة قوي بيبحلق فيها والقطع ده كان في الحتة الشمال وبيحس الحتة الشمال كلها بالدق ده وبيحس انه مغضوط كده وهي قريبة منه وبعدها بيتمشه لحد ما بيلاقوا فرشة تدوم فبتجيب له منها تشيرت وبتخليه ايه صفخيمة كده معمولة جنب الفرشة وبعدها بتقول لصاحبة الفرشة ما بدل ما تعدي فلوس نعمل لك دعاية بالواد الامر الموديل اللي جنبي فاللي اتنين بيتفقوا هو واقف بيقول لها ايه اخالتي طب اسأل المانيكان حتى رأيه ايه فبتقول له اخرج برعيل بتالازي اللي فيها دي وعمل حاجة مترقعة وبتقف جنب ابننا لابسة اميس زيه عشان ده اميس للكابلز وطبعا بنتنا عندها فرطة حركة وعملها تقول باتنين وينوس وتعالى بوس وعملها تتنطط وتقول التشيرت بيجنوه نص وما بيكسرش وهو واقف جنبها بيقول يا رب الارض تتشق وتبلعني من الكسوف لأ وبتخليه يرقص معايها عشان الزباين تتلم ده ولكا انهم اردين في السير ولما بتتحمس في الرأس شوية وكانت هتقع ابو حسن بيشدها الحضن عشان يلحقها واللي اتنين بيفضلوا متنحين بس بيفوقوا على صوت الزباين اللي ابتدت ترف وكلهم قبل زي عايزين يشتروا وبعدها بيلف وياكلوا من عربيات الاكل اللي في الشارع وبيلاقوا كبينة مكتوب عليها التصوير ببلاش وبتطبع السور فبنتنا بتقوله اي حاجة مكتوب عليها ببلاش بتخطف قلبي على طول وبعد ما بيخلصوا الجولة دي ابو حسن بيقولها لو حد عرف بلا حصل النهاردة انا هقطع خبر فبتقوله يا عم ما تدقش محسسن انك ممثل يعني اديك فرفيشت وبتقوم مديها شوية صور من اللي طبعت وخدت شوية بس بيفضل يماطل انه مش عايزها فبتقوله رميهم بس بتلاقي كرمشهم في جيبه فبتضحك وبتقوله يلا سلام بقى عشان اتأخرت ولما بيقولها طب اوصلك الدنيا ليلة جامد بتقوله تسلم يا زوء هركب الاوتوبيس وبيلاقيها قاعدة في الاوتوبيس بتتفرج على الصور ومبسوطة اوي وبتضحك فبيتعدي من ضحكتها وبيقعد يضحك هو كمان وتاني يوم طريق قب وبيشوف المطرقعة صاحبة بنتنا داخلك كلية فبيحاول يعكسها وبيقولها ايه امر الجميل اسمه ايه ورايح حلفين كده فبتلف تقوله ما بكلمش عيال صغيرة نفض لنفسك يا ابت وبتشوف بنتنا جاية من بعيد فبتسلم عليها وهو لسه واقف وبيقولها طب اعرف اسمك طب اي حاجة بس هي بتقوله وشي كده يبعد عنها حسن له عشان حد عمل لها عمل اي حد يرتبط بيها بيتسخط ارد وبيسجوه يمشو وبعدها بتروحها للمحاضرة وبتلاقي ابننا في وشها وبيحاول يضغط عليها عشان توافق تعمل حبيبته وتروح تتغدى مع امه كمان كم يوم بس هي بتقوله يا اخي مش عايز اشوفك قدامي لما تشوفني لف وشك بس هو بيصمم انه لأ ولازم تروح معاه فبتسيبه وبتجري على المحاضرة وبعد ما بوحصان بيروح ما بيكونش عارف يتصرف ازاي فبيبعت لها رسالة انه هيبلغ شركة الشاحن انها قصرت الاسورة لو ما جاتلوش البيت دلوقتي فبتروح بزعاببها تتخانق معاه بس بيقولها عندك لدوس وابعة ايميل الشاكوى فبتقوله استنى يا كابتن بس نتفاهم فبيقولها مفيش تفاهم متفضلي العقده امدي عليه او هدوس والعقد بالبنوت بتاعته كده ان بنتنا ممنوع تقول لحد انها بتمثل انها حبيبته وما تتكلمش مع قريبه ولا صحابه لما العقد يخلص وكمان ما تدايقهش في الكلية ولا تيجي جنبه ولما يعوزها في اي حاجة زي المصبح علاء الدين كده تحضر على طول ولازم تعمل نفسها حبيبته قصاد اهله سنة كاملة ومكتوب لو كل ده تم مش عايز منها فلوس الاسورة خلاص مش حرام كده يا كابتل مش العبودية دي خلصت من زمانه المهم بقى بنتنا بتمدي بقى وخلاص ما العرض مغري وتاني يوم بتلاقي اخت ابننا بتكلمها وبتقول لها انها عايزة تقابلها هي وامه فبتقول يا دي المصيبة هتصرف ازاي فبتعترن على بحصان اللي كان في سابع نومة ولما ما بيردش بتنزل تقابلهم بس بتلاقي اخت الوحدة عايزة تقابلها عشان تقررها كويس لانها سكرت في الحفلة ومعرفتش فابننا بيصحى وبيلاقيها بعتاله رسالة باللوكيشن فبيجري عشان يلحقها ولما بيوصل هناك بيلاقيها قاعدة بتصلح لوحة الرسام اللي بيرسمه في الشارع دول عشان كان فيه متسكلة هيغبط في اخت ابننا وعشان يفاده وبوزه للراجل لوحته بس هي بقى فنانة وبتصمم ازياء فعارفت تليسها ولما بيوصل وبيروح يسلمه عليه ما تعرفش ده نحس ولا ايه ايد بنتنا اللي فيها احمر بتتخبط في قميسه فبتحاول تصلح له البلوة دي انها تخلي شكل البقعة على شكل قلب وبتقوله شوف بدل ما لبسك كله سادة كده هو حاجة جديدة وهي كل ما تلمسه اصلا بقى بيتكهرب وبيحط ايده على قلبه وبيقولها بعدي بس شوية كده ما شوفي الزفت اللي في الشمال ده ماله قصده على قلبه يعني وبيروحوا يتغدوا مع امه واخته في مطعم وامه بتحلف انها لازم تيجي بيتها تطبخ لها قريب وبتقولها يا حبيبتي ما انت هتبقى من العيلة قريب وبتقولهم خير البر عاجيله انتو تتجوزوا قريب فابنتنا شرقت من المياه وكانت هتموت وابننا بيقولهم والحاجات دي هنتكلم فيها نوهية قدام ايه دي يما شوية ولما بتروح بتلاقي الوات دودة واقف لها قصاد ساكن الطلبة زي كل يوم وعايز يتكلم معاها ولا يتقابله بس هي بتحاول تبعد عنه على قد ما تقدر عشان ما يقفشهاش لكن تصرفاتها بقالها فترة مش مريحية فبيطلع صورة كده ليها بس المفروض دي صورة اختها اللي هو عارفها وبيلاقي رجبتها في الصورة مغبوطة جامل بس اللي شايفها قصاده دي لأ وعمال يربط الخيوط ببعض وشكله اول واحد هيفضح اللي بنتنا بتعمله وتاني يوم دودة بيقول بطالتنا تيجي معا الملاهي عشان يعيد ميلاده وشكل حرقاته مش مريحة وبيقولها ده اكتر مكان انت بتحبيه انت مش فاكرة ولا ايه وبتحب تلعبي دي وهي بيتسيره وفي نفس الوقت كانت المطر اعطها انا عشان طرق قبه بيلف وراه في الجامعة كلها وبيقولها انا مش ناقصني حاجة غير انك تبقي معايا وانه من غيرها هيموت فبتقوله روح موت وريحني انا مش بتاعت الكلام ده ونتصاحب وجو العيال ده وفي الملاهي بنتنا بتحاول تتصل بصاحبتها عشان تلحقها باي حجة بس لما ما بتردش بتتصل ببطالنا عشان هو رئيس اتحاد الطلبة فبيقولها ترجع لانه عايزها ضروري بس قبل ما تمشي الودودة بيضلق عليها شوية مية بقصد عشان تقعد ويعمل نفسه بينشف لها المية عشان يبص على رجبتها اللي كانت سليمة فشكوكه بتتأكد وفجأة كده بينطوا بيقولها انتي مش هين عشان هي عمرها ما نسيت عجمي ليدي وهو مش النهاردة وكمان كانت بتخاف تركب اي لعبة من دي فبتضطر تاخده تودي المستشفى عشان يشوف اختها وهي في غيبوبة وبتحكيله ان اختها عملت حادثة بالعربية وهي معاها على التليفون وعدت مرحلة الخطر بس عندها اصابة في مخها والموضوع هياخد شوية وقت على ما تخفه وتفوق اما بالنسبة لاخينا ابو حصان فهو من ساعتنا سمع صوت راجل تاني معاه في المكالمة وهو مش على بعضه وقام يكلم قابه وبيقوله تعالى ندور عليها انا الان عشان كانت عايزة تخلع من الودن اللي معاها وتليفونها طبعا مقفول فصاحبه قاعد جنبه في العربية وبيقوله ياسطى باين عليك انك مش واقع لششتك خالص ولسه بيمشوا بالعربية بيلقوها ماشية معدودة وهم عارفينه عشان لازق لها في الكلية دايما وبيلاقوا بنتنا وهو مسكين ايدين بعض وكانت نيتهم خير الواد بيقولها انه هيساعدها في مصاريف علاجة اختها يعني اما بوحصان في العربية مسك ايدين قبه ودخد عليها جامد وهو بيتفرد فبيصوتوا بيقوله ما تنزل تدي الواد له كماية بدل ما انت بتتشطر على ايدي الغلبانة كده ولما بتروح بنتنا بالليل وبتشحن تليفونها بتحاول تتصل بيننا بس هو طبعا مفروس ومش عايز يرد عليها وصاحبه قاعد جنبه وبيقوله ما تسمع مننا انا خبرة في العلاقات وهقولك تعمل ايه فبيقوله تويكس كان الارد نفع نفسه يا اخويا ابعد عني وتاني يوم الدفع بتاعة عياننا بيروحوا مزرعة كده بسه مأموس ومش فاهم ماله ده ولما بيروحوا يلموا المحصول سوا ابننا بيشوف نحلة عملة زن حوالين الورد فبيرجع لورا عشان بيخاف منهم باين بس كان هيكعب البنتنا وهطقع فبيلف يشدها بسرعة وهوب شفايفهم بتغبط في بعض وطبعا الطلبة حواليهم وكم حد طلع يصور المهم بنتنا والشاهب يقلب احمر وبتجري منه لا وسورتهم انتشرت طبعا وبنتنا بتقول بقى انا الفيرستيكس في حياتي يشوفها تلاتين الف نفر على النت ده بحصان هيعمل مني شاورما سوري بس على عكس تماما كان وقف بيتفرج على الصورة ويعمل زوم ويرجعها ويتفرج عليها من كل حتة شوية وهيحطها سكريل لتليفونه وكان مبسوط قوي بس بيلاقي حد كاتب كومنت ان البوسة كانت حادسة وانها عندها بوي فريند غير ابننا وساعتها بيشيت ومش عارف مين كتب كده اما بنتنا يعيني بيتلاقي اللي معها في القوضة ومن معجباتها بحصان مستنينها بالخرزانة على باب السكن بس بتقولها استني هشرح لك والله لكن بتلاقي التانية نوتفيكيشن بنفس الكومنت اللي ابننا قريه فبتهدى شوية فبتقوم بنتنا جارية من قدامها وبتروح للوات دودة اللي بيتدرب سلة وهو يعيني شكله غالبان قوي على الحاجات دي تنفخه فيه طير وبتلاقي بطنة باعتلها رسالة يعرف مكانها فبتقوله انها في ملعب السلة فبيروح هو وقبه وبينقوها وقفة مع الوات دودة فأول ما بيشوف وشه بحصان بيقول الله عركة عركة وابننا فعلا بيشمر وبيروح له بيقوله نلعب مطش أنا وانت ولا فريق ضد فريق وبيخليه يختار كمان ولما بيبدأ المطش فعلا ابننا بيدور بعينيه على بطلتنا بس ما تبقاش موجودة في الملعب أساسا عشان أخته واخدها في حتة تانية بتقررها اللي هو انت بتحب مين فيهم بالزبط ولا مصاحبة اللي اتنين فعشان تخلص بقى بتقول لأخته على كل حاجة والعقد ويلا خليها ترعد وتبرق بقى ولما أول شوت بيخلص أخته بتروح تقوله انها عرفت كل حاجة فبحصان كانت دماغه هتشت وبيروح يقوله منه مش هيلعب الشوت التاني وبيروح لبنتنا المكتبة وبيمارس هويته المفضلة منه يزنقها بينه وبينصف الكتب وبيقولها تعالي معايا ولما بيوصلوا الحتة من الدرية في المكتبة كده بيقولها انت ازاي تروحي وتيجي ورا الواد دودة ده وتعمله فيها مرتبطين كده فبتقوله ايه يعني انت ايه اللي دخلك فطبعا بيقوم ايلاحك جيته العقد يا استاذة والشروط اللي فيه فبتقوله العقد ده قدام اهلك واختك قالت انها مش هتقول لامك فحل عن سماية حتى لو ارتبط انت ملكش دعوة العقد برضو مكتوب فيه اننا ملناش دعوة ببعض في الجامعة وبتسيبه زي الكلب الحيران وبتمشي وبيقضوا الايام اللي بعدها من الفضيل لبعض في الجامعة ولا كأنهم يعرفوا بعض بس ابتدى يقلق عليها عشان شكلها تعبان ووشها قد اللقمة وطول الوقت بينها قلقانة وده فعلا عشان هي قلقانة على مصاريف المستشفى وبتلف من كلها الكلية والحالة زفت فبيعوز يسأل صاحبتها المطرقا عليها ولما بيروح مع قبو بيقولها انت مقبلتيش القد بتاعي ليه بتتقالي طب علي والله ده كل البنات بيحلموا بي فبتقوله اكيدك وبيس بعد عن خلقتي وبتلاقي ابننا واقف مؤدب عايز يكلمها فبتسأله شكلك عايز تقول لي حاجة فبيسأله يا بنتنا تعبانة ليه فبتقوله انا سمعت انها عندها مشكلة في الفلوس هي واهلها وبتخترع ان اي حاجة بقى بس بتقوله الاحسن تروح تيكلمها فبيروح لها كده على فجأة فبتقوله خدتني يا حامزة فيه ايه فلاقيته بيديها لها فوشها كده عايزك تيجي تعيشي في البيت عندي عشان محتاج واحدة تساعدني في البيت تنظيف واكل وهديكي خمس تلف الشهر بس هي بتقوله انسي انا مش هستحملك مدير علي ابدا فبيقول لها هديكي ثلاث شهور مقدم فيعني خرب بيت الاغراء الفلوس دي كفية وزيادة لكل مشاكلها بس بتشرط عليه محدش خالص يعرف الحوار ده ولا يدخل في حياتها الشخصية برا الشغل فبيقول لها ماشي من تحت درسه كده وبتروح تجاهز شمطتها عشان تروح بيته فعلا وبتبتأ شغل وهناك بتلاقي بيديها وراء أطول منها فيها الطلبات اللي لازم تتعامل في البيت وبيقول لها لزا ايها فوق راسك في القودة عشان المعلومات تنزل عليك وتفتكريها وكل واحد بيروح على قط وهناك قبو بيكلمه بيقول له طميني عملت ايه هشيل عيالك وامتك فبيقول له اخرى سيحيوان لقفل السكة وارتح منك بس الواب مكمل وبيقول له هستعب كده تبقى في بيت واحد ومفيش حاجة ايه اعدى مع اختها فبيقفل في وشه السكة وبيطلع يلعب اي رياضة في الصالة عشان الليلة دي شكلها مش هتعدي على خير وتاني يوم بيتجهز له الفطار وبيقول لها تحضر له شمطة الجيم عشان هيلعبه تنس في الكلية ولما بيروحوا الكلية وبيخلص لعب بيفتح يلاقي فوتا عليها اللوكيتي فبيقول في سره صبرني يا رب وطبعا بيخب الفوتا من البنات اللي بتتفرج عليه وبيمشي على طول اما قبو اللي بيمشي يلم معلومات عن اي حد في الجامعة فبيعرف ان المطرقعة بتتدرب سباحة فبيروح عشان يلزق لها طبعا وبتقول له يااخد انت لو لازق امير كان زمنك فكيت يا ربي ولما بينط وراها في البسين بيعمل فيها غرقان فبتصدق يا حبيبتي وبتجري تلحق وبتعمله اسعفات اولية بس بتلاقين فتح حينه ولا بيكوح ولا حاجة والاسعفات دي انها تهفله في بقه فبيقول لها انا فوقت من البوسة صدقيني او هي السافر فبتزقه وبتمشي وفي بيتها بحصان بيكون قاعد مفروس عشان بنتنا في الكلية الصبح ادت لورقة بشروط ليها اهمهم انه ما يبقاش سلبطة وهو بيلعب رياضة في الشقة وانها عايزة اجازة كل يوم سبت فعشان يستفزها بيقول لها ام افتاح الجزامة ولماعيلي كل الجزام عشان هلبسهم كلهم فبتقول له يا اخوي انتم واربعة واربعين ولا ايه بس بتروح تجيب الجزام وبتبهدله بالورنيش بالقصد عشان يروح يستحمه وتخلع هي تروح مشورها وتاني يوم بنتنا بتقول لها بحصان انها هتروح توصل طلبات كده ساعتين ورجعة فبيفضل قعد في البيت وبيلاقيها نسية الخزة بتاعت الموتسيكل فبيروح وراها عشان يدها لها بس بيلاقي زوبة المرور سحب منها الموتسيكل وهي قدامها طلب واحد توصله فبيقولها تركب معالع عربية وتجري يلحقه بس اخر طلبية كانت مشروب ودلق عليها بسبب انه كانها يغبط واحد وده سفرامل فبنتنا بتروح معاها تستسمح الست اللي طلبها الوردر وبتقول لهم انا لازم اشرب البوباتيت تاعتي ساعة اثنين ونص بالزبط فابننا بيقرر يعمل لها هو المشروب في بيتها كده وهما وقفين فابنتنا بتتفرج عليه وقد ايه مليان رجولة وشهامة والله بس ابننا وقع بلسانه وقال للست ان المكونات بتاعتها في البيت احسن من بتاعة الكافية اللي بتبقى مخلطة اكيد حاجات مش عارفين جات من ايه فالست قدمت شكوى في الكافية نفسه وبحصان بقى محتاس بعد منايل الدنيا اكتر وتاني يوم بيقول لها خسلي بس الهدوم وما تعمليش اكل عشان هاكل برا وبيروح يقابل صاحبه في محل حلويات اللي بيلاقيه بيشتري للمطر اعكيك عشان خلاص فاكر نفسه بقى خاطبها باين وبيقول له هاتلي الحتة بتاعتك حاجة حلوة كده وتحرك شوية ما تبقاش زي اللوح فبعد ما بيقول له لا مش هجيبه كلمتي لا يمكن تنزل الارض ابدا اول ما قبه بيمشي بيقول لنفسه هتنزل المرة دي وهاتلي يا ست احلى نوع حلويات عندكو هنا وبعدها بيطلع من المحل وبتشوف الحربية وهو بيتمختر بالكيكة ولما بيروح بيحطها في التلاجة وعايزها تشوفها باي شكل عشان قرمت فوق كل شيء مش هيقوله انه جابها لها لأ بس قبل ما بتروح تفتح التلاجة بيجي لها تليفون شغل وبتقول له انا هاخلع وما تجيش ورايك كفية اني اترفضت من حوار توصيل الطلبات بس ابو حصان بيبقى هيشد في شعره لان الست في المحل قلت له الكيكة لازم تتاكل على الاقل قبل ما يعدي عليها ست ساعات عشان تزعو حلوة ولما بترجع بتقول له عامل لك تاكل بس بيقول لها في كيكة هنا هاكلها فبتقوم بطلعها من التلاجة وحطها وسطهم وجايبها شمعة حطها فيها فبيقول لها ليه بقى فبتقول له خلينا نعمل اكل عيد ميلاد الكيكة العسولة قوي دي وبيتمنوا امنية وامنية بطلنا انه لو الكيكة بتبسطها ياريت يجيب لها كل عيد ميلاد واحدة وفي وسط ما بيكلوا قال لها ممكن تخفي شغل في البيت عشان الاسبوع الجاي مصابقة كاس المعرفة فاللقمة بتقف في زورها لانها كانت ناسية الحواردة خالص وابننا بيقول لها تعالى اديكي ملخصات معلومات السنة اللي فاتت لو خدت مكان السنة دي لازم تكسبي بس بياخد باله ان المستوها في الارض فبيقولها انت بتمثل الجامعة كلها ده مش هزار وانها لازم توقف اي شغل وترجع البيت بدري يذكره سوا واول ليلة بيقعدوا يضحوا لحد ما بتنم منه فبيشيلها ينايمها على سريرها وكل ما حاول يغطيها تقوم رامي الغطة فبيلفها زي السندويتش كده عشان تثبت تحتي وتستغطى بس فجأة بيسمع صوت بيرن من الساعة اللي لابسها وبتقس النبض بتاعه الساعة الآن الحادية عشر قلبك على وشك الانفجار يا استاذ الحقونا المهم تاني يوم بنتنا بتصحى تلاقي نفسها مسطحة على السرير فبتقول يا لهوي هو بحصان شني وبتطلع تلاقيه بيشتغل برة فبتقوم سحبا من ايده ومعها مزهورة وبتقوله تعالى اسلك كتافك وسدرك عشان هعمل لك هدمتين فبيقولها انت كمان بتعرف تخياتي بس هي بتحس انها تقع بلسانها انها في قسم ازياء فبتقوله لا دي معرفة كده بتعمل هي الهدوم وبتبدأ تقيس الكتاف بقى والسدر والوسط وهو بيقول في باله يا رب عدي الفاشن شو ده على خير انا اعصابه بتبوز ولما بتخلص بينزل لها وشه عشان تقيس بقى الرقبة فبدل ما تقسها لقت نفسها بتشد رقابته بالمزورة وهو مسلم لها خالص ولسه هيبوسها لقى الروبط اللي ماسك نظام البيت والانوار واجهزة الكهرباء بينادي وبيقول يا باشا الغسلة خلاصت ما تنساش تنشر فطبعا الاتنين بيجروا من بعد كل واحد يشوف وراء ايه وبتنزل بطلتنا تقابل المطرقة عشان تديها مقسات ابننا لانها عاملة معها سطور اونلاين للهدوم وعايز المصنع يعمل لها هدوم بمقساتها بحصان فبتقول لها وسط الكلام ان مسابقة كاس المعرفة دي هتتعرض على الهوى فبتحس ان افدحتها هتبقى بجلاجة وبتحاول انها تخلع من المسابقة وبعد تفكير في حلول كتير وهي ماشى بالموت سيكل مش مركزة بتعمل حادثة عشان تتفادى ستة عجوز وبتعور ايديها تعوير عادية فبتفكر تعمل نفسها متجبسة ايدها عشان تخلع وتاني يوم بتقول للدكتور في الكلية فابننا بيقرر انه يشارك مكانها رغم ان الوقت دايق عشان يلحق الدنيا وبتكرر تاني يوم تفك ايدها في البيت عشان بحصان في الكلية وتحضر له الغدى وتاخده له بس بتلاقيه قاعد مع الحربية وقدامهم لانش بوكس فبتبص على لانش بوكس بتاعها وبتقول يخسر التعب ولما بيجي تمشي ما بتعرفش ان ابننا لمحة تطر في عينه فبيروح يزنقها زي عدتوا المفضلة في المكتبة وبيقول لها جايبالي غدب نفسك فبتقول له لا دا مش بتاعك لا لا بس هو بيتحك وبياخده برضه ولما بيجي يوم المسابقة ابو حصان بيكسبها الله عليك يا فخر السين وبتروح بنتنا والمطرقع يشربوا في بار كده وبيلاقوا في الحربية وصحابها ولما بيحاولوا يغلصوا عليها ويخلها تشرب خمرة زيادة عن طاقتها ابننا بيجي فجأة ولا سوبرمان وبيمسك منها الازازة وبيشرب هو وبيقول لهم سباها في حالها ويتلموا انتو كمان وما تشربوش كتير وبيقوم شايلها لحد البيت ومنايمها في سريرها بس شوية وبيتفوق وبتلاقيه موقع سلسلة مفاتيحه وفيها بتاع كده من اللي بتتفتح يتحط فيها صور وبياكلها الفضول تفتحها وبتلاقيه حطت صورهم اللي تصوروها في الكابينة دي وكمان شايلها معك في كل حتة ده انت واقع واقع المهم لما بتسمعه جاي بتعمل نفسها نايمة فبيجي غطيها ويمسح راسها بفوتة مبلولة وبتحس انه مقرب عشان يبوسها بس بيقوم بايس راسها وماشي في الآخر وتاني يوم ابننا بيفتح موقع المعجبين اللي البنات العبيطة عاملينه ليه في الجامعة وبيلاقي البنات لسه بتشتن في بنتنا وبتقول انه هي ودودة في علاقة فبيعمل فيك اكاونت وبيفضل يقول لا او ده عبط وإن لي يعيبها تبقى في علاقة مع بحصان والبيت صاحبة الحربية اللي مسكى الموقع بتتخانق معاه وبتروح هي تاني يوم عند بيت بطلنا تزوره فبتلاقي بنتنا داخل البيت فطبعا بتطلع تليفونها تصوره والكلام بيوصل للحربية اللي اكيد هي وصحبتها هيطينوا عشتها وعشان صاحبة الحربية زميلتها في السكن فبتقول لها بعد المحاضرة تعالي القوضة وبتتخانق معاها فبيسمعهم الدكتور اللي مش عارفها بيهب بايه في سكن البنات وبيهزقهم اللي اتنين وبيقول لبطلتنا انت اخلاقك دي ما تستهلش تبقي طالب التبادر ثقافي فبتحس ان شغلها عند ابننا هيبقى وزلها حياتها وحلم اختها اللي بتحاول تحققه فبتكرر تروح البيت تدب معاها حنائق من الهوى عشان تقوله انها عايزة تسيب شغلها عنده وهي لما بتقوله انها مش مبسوطة وبتكره وبتكره انه بيحب تعمله كل حاجة بالسحتوفة كده فهو بيحاول يراضيها بس قلبها بيتكسر لما بتقوله الكلام ده وانها كل ده مش مبسوطة معاه وبتكذب عليها عشان تتمحلسله بس وبتقوم لما حاجتها وماشية في ساعتها وهي بتعيط وقابه بيحاول ينصحه بيقوله بص الجنونة اللي قامت عليها فاجأة دي اكيد بسبب حاجة فانت لازم تتكلم معاها وتعرف هي عملت كده ليه اسمع كلام اخوك ديكسا وفعلا ابو حسان بيحاول بكل الطرق انه يكلمها ولما مش بتوافق ترد عليه ولا تقبله بيروح لها وهي بتشتغل انها توزع مني وكفيه كده وبيقوم شايلها وبيقولها انت طيارتي لاخر برج من نفوخي ومش هسيبك غير لما نتكلم وبيركبها العربية غزب وبيقوم لففها عشان يربط لها الحزام فبتقوله بعد وشك بس الشويتين دول شفتهم في المسلسلات الهبطة فبيقولها والله ام المغمضة عينك ليه يا اختي كسفا وبتلقيم وديها حتة فاضية وراح جايب بوكي ورد كان سايبه في الحتة دي وبيقولها مش عايزك تعامليني كمديرك فقك من العبط اللي حصل الفترة اللي فاتت دي ولسه بيقولها هو انت بتحبيني بس بيجي لها مكالمة تليفون من المستشفى وحد بيقولها ان اختها حرقت ايديها ولازم تيجي يعني انتش يختي في الغيبوة بقالك حبتين جاية تسحي دلوقتي المهم بنتنا ما بتسمعش اللي بحصان قاله وبتقوله انا لازم امشي دلوقتي بس حبيبي كان مجاهي السواريخ وكان عامل جو اعتراف بس بوزته بنتنا وسابته راسه وقع على صدره من الزعل زي الوزة المتبوحة ولفت من بعيد وبتقوله هو مش سامعه انا بحبك بس احنا ماينفعش نبقى مع بعض انا حياتي كلها بايزة دلوقتي لا وقبه بيجي بيقوله ايه سبع ولا ضبع اما الفين بطلت المسلسل بس لما يحس ان كل التخطيط باز بيبلع استزرافه ده عشان حالة ابننا كانت نيلة وتاني يوم بيلعبه سوى قسمين ضد بعض وطبعا بنتنا بتلعب مع بحصان وفاكرة مش طيقها بس هي اللي كسبت فريق الكسم بتاعها والحربية وصحابها افتكروا انها كانت مكسلة تلعب وكسبتهم في الآخر عشان بس تاخد اللقطة وعمل نفسها رجلها تلوت دلوقتي فابننا بيدخل يهزقهم وبيشيلها يوديها قودة التمرين عشان يشوف رجلها ملها وهي عملة تقوله خلاص الحوار مش مستاهل فبيقولها بتانتي وقام ناطت قدامها وبايسها وبعد ما الدكتور بيعالجها بياخدها ويقعدها على بنش في الجنينة في الجامعة وبيقولها ما تقولي لي سبب واحد طيب مش موفق ان ارتبط ليه فبيتقوله انا بحبك وبحب كل حاجة فيك حتى عيوبك بحبها بس مش هينفع يكونوا سابة وكل الناس ترقب تصرفاتها والبنات تتنمر عليها وتطلع اشاعات عليها كمان وكمان ما تنسوش اعزائي المستمعين انها اصلا مش هين وان دي حيات اختها فما ينفعش تعمل كده فهو بيزعل انها مش عايزة توقف معاقصات حد وبيمشي وبعدها بنتنا بتحكي كل حاجة للمطرقعة اللي بتقوم بتسلب كابه عشان بتتكلم معاه في علاقة عيانة والدنيا بايزة دي بس هما بيصدق طبعا يروح لها وبيتفقوا لتنين كل واحد يجيب صاحبه ويروح على ماشتل ورد وجنين كبيرة بس محدش يعرف من عياننا ان التاني رويح وبتقوم المطرقعة متويها بنتنا في المشتل وريحة للولدين وبتقول لابو حصان ان بنتنا كانت معاها وتاهت وهي لسه رجلها متصابة يا ترى انت فين يا حبيبتي عيشة ولا صحية الورد كالك ولا لسه فبيجري ابننا يدور عليها اما المطرقعة وكابه بيتداروا عشان يرقبوهم وبيلاون بنتنا اول ما بتلاقي ابو حصان بتتخانق معاه بس هوا بيقول لها انا اعلنت عليك الحب بنت بتاعتي خلاص وبيشدها يبوسها للمرة المعرفش كام والمطرقعة مرقباهم بالمنزار وبتقول لك ابو جون وهو بيحط ايده على كتفها عامل نفسه حبيبها الاستغلالي على اساس انها مش مركزة فبتقول له ايدك يضلت وحشك بس بيلاقيها بتضحك فبيقول اللهم ما صلى عن نبي هو بحد رشش حاجة في الجنينة دي ولا ايه اخيرا قلبك مال اما في المستشفى ودودة قاعد بياخد باله من اخت بطلتنا فجأة الاجهزة بترن تن تن والاميرة النائمة بتفتح عينها وتاني يوم بنتنا بتحلم بكابوس انها ركبة الحصان الابيض مع ابو حصان طبعا يعني وبيتمشوا سوا ولما جيه يبوسها بعدها فجأة وقال لها بس انتي مش هان وبعد ما اختها خلاص بتفوق وبترجع الجامعة تاني معرفش ليل استعجال ما كانش سهل انها تبدل بينها وبين اختها المتفوقة الشطرة وما حدش ياخد باله وخصوصا ابننا اللي مش عارفة الجبهاله ازاي انها فجأة كده هتروح كليتها واللي معافل قسم دي المفروض اختها مش حاببته فبتكرر كده انها تعمله حفلة صغيرة لها هي وهو بس في البيت عشان تغلي الجو لطيف كده وترميله الكمبلة في وشه بس بيلاقي امه دخل عليهم البيت وهي قاعدة على حاجره هي دي الكسفة فالستة بتقول اني ايه اللي جابني يا ربي في الوقت ده انا عايزة اشيل عيالهم بسرعة بس بنتنا بتقولهم بالاذن انا وراها مش وار وبتخلع اما في الكلية اخت بطالتنا شائلة الهم ازاي تتعامل مع ابو حصان والمفروض انهم متصاحبين رسمي يعني وهو كمان حاسس ان في حاجة غلط ولما بيروح المكتب عشان يتكلم معاها بيلاقيها بتتصل بيه في التليفون تقوله انها عايزة تشوفه النهاردة وهو شايف اللي بيكلمها اصاده مع هاش تليفون بزراير حتى فبيقول لها يا حلوتك يا اختي عايزانا نتقابل عشان فيه مفاجئة لا ابدانا اللي عاملك مفاجئة وبتروح بنتنا البيت بتعبو حصان تليجي باختها وبيحطهم اصاد بعض وبيقول لها خد الهدية نسي تربطها بفيونكة بس وبعدها اختها بتمشي وبيزنب بنتنا اصاده زي المجرمين في طبور العرض وبيقول لها نبدأ من الاول اكننا على المصطبة الاخت اسمها ايه فبيقول له ميين فبيقول لها واتحدفتي منينا علينا فبتقول له انها في سنة تالتة قسمة ازياء فقال لها طب ودافع الجريمة فبتقول له مظلوم يا بي اختي دخلت في غايبوها بسبب حدثة وعشان مشتركة في التبادل استقافي لازم تحضر كل يوم فبروح احضر مكانها وطبعا بيدب معها اخناقة عشان كتبت عليه ومش واسقة انها تقول له كل ده حتى اسمها الحقيقي لسه عارفه دلوقتي ولما قالت له طب خلاص ينفصل عشان هو زعلان بيقول لها بعينك ننفصل هو كل ما هنتشاكل تقوله ننفصل فبتقول له يعني سمح خلاص فقال له سمح دي تبقى خالتك ياختي مش هننفصل بس مش هسمحك فبتقول له اخصارة كنت جايبالك تشيرتة صالحك بي فبيسيبها وبيمشي بس بيرجع ياخد تشيرت وهو عامل نفسه مقموس وبيمشي تاني وفي الجامعة بيلاقي اختها المكسوفة ودودة بيتمشوا وبتلاقي اعلان لمسابقة تصميم أزياء وبتفتكر ان المسابقة دي لما تعملت قبل كده بنتنا مابترضاش تشارك فيها عشان اللوازن بتاعتها هتكلف فلوس كتير وكمان تضيع وقت ممكن تذكر فيه بس المكسوفة بتقول في بالها اختي عملت عشان كتير واني الاوان اعمل لها حاجة انا وفي بيت ابننا بيلاقي بيقولها انه هيسمحها بشروط وبيخليها تكتبهم انها ما تجذبشوا مفيش حاجة اسمها ينفسن ولو في مشكلة عندها يكون اول واحد تروح له وبيحط لها يجي خمسين شرط تاني وبعدها بيقولها سماح وبيبوس راسها بس عشان الحوار بتاعها هي واختها لازم يقولوا لكل الجامعة النوم انفصلوا ويحاولوا يمهدوا الحوار قبل ما يبدلوا اماكنهم تاني وتاني يوم ابننا بيخلي قب ويخطف بنتنا من الجامعة عشان يروحوا يتقابلوا سواف حتة بعيدة ويعرف ابننا يقوله ويقول للمطرقعة هيعملوا ايه في حوار ان الاختين بيبدلوا الاماكن من غير فضايح وهناك في الكافي بيقابلوا رسام كده واخد في وشه وماشي متعصب عشان مدير اعماله عمال يتكلم معاه ويضعط علي انه لازم يشترك في لجنة تحكيم مسابقة ازياء بس هو رافض وهو ماشي بيخبط في بنتنا بالغلط بس بيهش بايده كده فاكرها دبانة باين فبيوقفه بحسن وبيقول له حسن لك تتأسف لها بس لما بيلف في الرسام يشوف مين بيكلموه اول معينه بتيجي في عين بنتنا بيقوله في نفس واحد واه انت وهين انت استرها يا رب انا بقى لام الشخصيات الجديدة وحساك وقلقته معايا المهم بعد السلامات والتحيات لما الرسام بيمشي ابننا بيقول لها ثباتي عندك كده مين ده فبتقول له ده معرفها من ابتدائي وما يغرقش انه عامل فيها متكبر كده ده كان بيلف في وراي زي ضلي وانا صغيرة فبيقول لها وانا اخلص من دودة يطلع لي ده انت كنت بتحبي زمان بس هي بتقول له ياستا ده نقل شارعنا من وحنا في ابتدائي ايه تكبر المواضيع ده ووقتها المطرقعة بتلاقي الموتسكل بتاعها باغز وابتتضايق قوي لانه هدية من ابوها فقبه بيقول لها صلحولك وهترجع عروس عشان حماية ما يزعلش منك فبتقول له مش هيعرف عشان الله يرحمه بس قبه شكله عبيد في المواساة ما بيعرفش يقول لها غير اسف وخلاص وفي قودة الرسام بعد ما ما كانش عايز يشترك في مصابقة الازياء كحكم بيوافق على طول اول ما بيشوف اسم بنتنا وكمان بيرحلها تاني يوم الجامعة وبيقعدوا يحيوا ذكريات الماضي ويحكوا ولما بتقولوا إيه اللي جابك هنا بيقول لها أنا طالب بس في سنة أولى سافرت بوره في برنامج تبادل طلاب من الدول عشان كده ما تقابلناش وبالصدفة كان كبه معدي وبيشوفهم يسكت بيعمل لنا فيها مرتضى منصور وبيعضي صورهم كتير عشان يبقى معاسي ديهاد بكل حاجة بتحصل وبيروح يوري ابو حصان وبيقوله ده انت المنافس بتاعت مش دودة الغلبان دواد موز وكمان شطر ومشهور وحاجة هوبة خالص ما تبقاش قعد رايق كده وانتحر بس هو بيقوله ولا اطلع برا انت صدعتيني وروح شوف المطر أعلى المرمطاق كان القرد نفع نفسه وروح وبعدها بيتسب ببنتنا عشان ينزله في ديت بس هو نازل يقررها الصراحة وبيلعبه وبياكله ولما بيسألها عملتي النهاردة فضلت تحكيله وبتقوله انها قابلت الرسام بس صدفة والله فهو بيتقمس وبيقولها انا مروح بس لما بتروح البيت بتعمله أكل كده وبتحاول تصالحه يعني وانها بتحبه هو وبس فهو بيقلب بطة بلدي وبترضى عادي وتاني يوم بيروح يشتري البنتنا هدية عشان بيعرف منها ان اختها ودودة ارتبطوا وجابوا البعض هدايا كده يشيلوها معهم دايما وفي الجامعة زي ما قبوا وعد المطرقعي يصلح لها الموتسكل بتاعها بس لما جاب حد يصلحه بيقولهم المكناة دي قديمة والقطع غيرها صعبة تتلاقى فمش هتتصلح بس هو بيقولها انه هيعمل اي حاجة عشان يصلح حالها ومتى الى ايش وفي محل مجوهرات ابننا كان بيدور على هدية حلوة كده بس لما ما عجبهوش حاجة الموظفة بتقوله انه يقدر يشكل هو اي اسورة او سلسلة عايزها ويعملها بالشكل اللي يحبه فبيكرر انه يعملها وعلى نصيحة صاحبه لما بيروح بينفخ بلالين وبيجيب ورد وشموع بقى عشان يقدم لها الهدية وجوه في لانتاين بس بيجيلو تليفون من الحربية انها ساكرونة وعملت قال ان حد بيتحرش بها في البور عشان يجي اخدها ولانه شاهم للأسف بيروح وهي بتقوله مش هينفع رجع الساكن ولا روح فندق معيش حاجة فبيضطر ياخدها البيت عشان تغير لانها بادلت هدومها بقصد قبل ما ييجي وطبعا بتشوف صوره مع بنتنا والجو الشاعري وبتعرف انهم ما سابوش بعض ولا حاجة وبتدخل القضة تغير فستانها بالتشيرت اللي بنتنا جابتهله اول مرة فهو بتخانق معاها وعايزها تقلع وتلبس اي حاجة تانية فبتبدأ تعايت وتحدنه وتقوله انها بتحبه اكتر من بنتنا وطبعا يا ريتها جابت سيرت مليون جنيه البنت الغالبانة دخل على بحصان وهو حاضن واحدة وحواليهم ورد وشموع وبلالين اي حمار هيفهم غلط وبتسيب له البيت وبتمشي وهو جري وراها بس ما بيلحقهاش وتاني يوم لا بترد عليه ولا عايزة تشوف وشه وبتفضل قعدة في المكان اللي بتخيط فيه اللبس في الكلية ومين بقى فعز ما هي مجروحة بيشدها غصبه وبيقول لها تعالى فرفشك شوية وبيروحوا يلعبوا في الالعاب بتاعت الطنطيت والزحاليق دي ويتهلكوا وهم ماشيين بيلوى بحصان كان مستنيها ولسه هيدب بخناء الرسام بيقوله يا ستا ما بحبش الصوت العالي اهدى وبنتنا بتنشاه خالص وبتلف تقول للرسام على معادنا بقى تشاو اما بحصان بيقوله انا ما عرفكش بس ما تسوقش فيها عشان هي حبيبتي فبيقوله ما انا عارف ده كان زمان وشكرا على خدماتك لحد دلوقتي بس انا اللي هاخد بالي منها بعد كده نفض انت النفسك ولما بيروح لقبه ويتكلم معاه شوية وهم بيلعبوا سكواش بيقوله يا صاحبي بطل جو المكابرة والبرود ده وروح كده نزل على ركبك وتأسف لها عندك ده هيبعدها عنك اكتر خصوصا ان في سدر احناي المستعد يلقفها وتاني يوم بيلاقي بنتنا رجبة مع الرسام العربية ومشيين فبيروح وراهم لحد ما بيوصلوا بيت جدتها وبيدخل كده ومحدش عزمه فالرسام بيقوله ايه يا طاري ايه اللي جايبك هنا احنا جايين نساعد تيتا عشان نحرط الارض ولا انت مولوده في بوقت معلقة دهب بس ابننا بيقوله دهب دي تبقى خالتك انا فوت في الحديد ولما بيروحوا وبيت مرمطوا في الارض جدت بنتنا بتقولهم يروحوا يستحموا وبتديهم هدوم وبتقولهم هيبطوا في قضة واحدة والتانية هي وبنتنا وتقول الليل ما قضيينها اخناق على كل حاجة على البيت وعاللحاف عشان مفيش غير واحد وهبدوا ورزع لحد ما جدتها بتقولها يهدوا علينا البيت ولا ايه دول وتاني يوم عيالنا والرسام بيخرجوا يلفوا في البلد شوية بس هي بترجع مع الرسام ولما بتسأل جدتها على ابننا فين بتقولها مرجعش فبتفتكروا تاه وبتروح تلف عليه في كل حتة لحد ما بتلاقي علبة الاسورة اللي عملها لها وبتلاقي طلع لها من بين الشجر فبتقول بسم الله انت كنت فين فبيقول لها قلقتي علي ولا ايه فبتقول له اه لا يكون جرالك حاجة وتعمل لنا مصيبة فبيستغل النوم لوحدهم وبيحاول يتأسف لها ويعاتبها ان اول ما زعلت بدل ما تتكلم معاه رايحة تلزق في الرسام كده بس هي بتقول له انها ما شكتش فيه اصلا انه مع الحربية يا رجل ده انت اول ما بتشوفها وشك بيكرمش بس قلت ربيك شوية عشان لقيتها لابسة تشيرت اللي جبته لك وطبعا ابو حسن وشه وبينور وبيقول لها يعني انت وثقة فيها بتقول له ايه ولا مال ايه وفي الوقت ده في البلد كان قبو عرف يلاقي قطع غيار الموتسكل وخد المطرقعة تشوفها بس الراجل صاحب قطع الغيار سيح له من غير ما يقصد ان قبو اللي بوز الموتسكل اصلا اوجع عمراب رابا المطرقعة بقى عينها بتطق شرار وقالت له طيب يا ابني اللي انا هوريك وبتسيبه وبتمشي وفي البلد عند جدة بنتنا بعد ما تصلحه ولبسها السلسلة وحضانها وقاعدوا يتدلعوا على بعض شوية والرسام اللي راح ورا بنتنا اشوف اتأخرت ليه شافهم وهم زي السامنة على عسل وكمان تاني يوم بتروح مع ابننا بعربيته بعد ما سلموا على جدتها ويوم المسابقة بيجي واحد وبيصور بنتنا والوادي الرسام قبل ما النتيجة تطلع وهما بيتكلموا مع بعض ولما المسابقة بتخلص بيعلنوا مين الكسبان وبتكون بنتنا الشطورة بس في واحدة فجأة بتطلع على المسرح وبتقول المسابقة دي كوسة وانا مصورهم وهم بيتكلموا سواء واكيد مطبخينها بس الرسام يهديك يرديك لا او في حكام تانيين معايا بس البيت مصممة برضه فابننا بيطلع بفكرة انهم يعملوا مسابقة كمان يشتغلوا تاني والرسام بيقولهم انه منسحب من التقييم عشان ما يكونش في حجة وفعلا بنتنا بتصمم فستان تاني بسرعة وبتطلع تشرحه ولجنة الحكام بيعجبهم قوي وبتاخد الجايزة برضه اما بالنسبة لقابه فبيكرر يجيب للمطرقعة موتسيكل جديد بس هي بتهزقه ومش بترتدغده منه فهو بيحاول على قد ما يقدر يصلح قطع الغيار اللي لقاه بالعافية للموتسيكل بتاعها ويشوف حل وبالليل بنتنا والمطرقعة كانوا قاعدين يقلبوا في البوستات بتاعت الجامعة وما كانتش بنتنا تعرف ان بحصان معموله جروب للفنز بتوعه بس صاحبتها بتقولها ده مليان ناس وفيه اكاونت جوه اسمه غريب قوي بيعمل لايكات وكومنتات بس تحسي حد كده وقور والغريب ان طريق كلامه شبه طريق كلامه بحصان فبنتنا بترجع بيته وبتحاول تفتح اللابتوب عشان تعرف ده الفيك اكاونت بتاعه ولا لأ ولما بيقفشها بتحاول تفتحه مش عارفة الباسورد بتقول اسم الاكاونت شكله الباسورد فبيقع بلسانه وهي بتقعد تضحك فبيقوم ساحبها ومثبتها على السرير وبيقولها كل عشر ثواني هتديك بوصة لو مقلتيش اسم الفيك اكاونت فبيقع من الضحك عليها وتاني يقوم في الكلية واحد كده من نفس من ابننا عشان عايز يترشح مكان ويبقى رئيس التحدي الطالبة بيستغلوا انه بيلعب معا مطش مبارزة بالسيف وبيوقع نفسه وبيعمل نفسه تصاب جامد وان ابننا السبب فبتحاول بنتنا هي وكبه ويثبته ان الواد ده كداب وما تصابش جامد ولا حاجة وبيصوروا الواد المنافس ده وهو في كافيه وبيمشي وبيتحرك مش مستموت ومتصاب بس لما ابننا بيعرف بيقولهم انه مش عايز يكسبه بالطريقة دي حتى لو الناس بتصوت للمنافس أكتر فبنتنا بتروح للمنافس ان تقوله على الفيديو وان ابو حصان قال لنا ما نستخدموش ضدك عشان هو أخلاقه أحسن منك وفي الآخر بالتصويت ابننا كسب وبقى رئيس اتحاد الطلبة تاني وفي الورشة كان قبه بيحاول يصلح الموتسكل بنفسه بس لما بييجي يركبه بيحد في شمال وبيقع الموتسكل على رجله فبنتنا بتقولها حرام عليك الواد بيحاول يتغير فعلا وفي المستشفى دلوقتي عشان يصالحك فكي كده وفتحيله قلبك بس هي بتروح تطمن عليه في السر من غير محد يشوفها ولا حتى قبه وبتطلع جري من المستشفى وبسبب المسابقة بتاعت الأزياء لو فاكرينها يا جماعة هي شاركت بإسمها الحقيقي فطبعا الحربية وصحبتها اللي مع بنتنا في القوضة استغربوا الاسم قوي وفي يوم بالليل وأخت بنتنا سايبة تليفونها في القوضة بيرن وبترد عليه صاحبة الحربية اللي معاها فبتلاقي المستشفى وطلب منها تيجي عشان معادل متابعة أما قبه بعد ما بيخرج من المستشفى بيروح يدي للمترقعة الموتسيكل بتاعها وبيتصلحه وهي دحكت يعني قلبها مال الحمد لله وحضنته كمان ده احنا اتطورنا خالص المهم في الوقت ده كانت بنتنا بتدور على مكان هي وصحبتها يأجروا ويبيعوا فيه الهدوم اللي مصم منها وبيلاقوا مكان حلو وبيبدأوا يشتغلوا فيه عشان يزبطوا الدكور أما الحرباية لما صاحبتها بتقول لها على حوار المكالمة بتقول لها انت شفت هندي لابسة حلقان قبل كده فبتقول لها لا دي مش خرمة ودنها وهي شافت بنتنا كتير لابسة حلقان فتحسوا يا أخواتي إنها ربطت الخيوط ببعض وها تتطقص على حوار المستشفى ده والفحص رحنا في دهيا رحنا في دهيا المهم بتروح البيت اللي مع أخت بنتنا في السكن تفتش في حاجتها فبتلاقي السجل بتاع المستشفى بتاعها وفي تواريخ بالهابل كانت فيها وهي في نفس الوقت كانت فين في المحاضرات عادي هي ايه قطة بسبعة رواح وتاني يوم عيانا وقبه والمطر قعب ومناسبة افتتاح المحل بيقرروا يروحوا ديت هما الأربعة وبيركبوا قطر كده تحسوا شبه بتاع هاري بوتر وبيعملوا بيكنيك في الجنينة وبياكلوا لحد ما ابننا بيروح يجيب حصان ولابس لبس الفروسية وبياخد بنتنا معاه ولما بيسأل قبه لو عايز يجي قالوا لا يا اخو يروح مش عايزة بقى عزول وبيتمشوا في الغابة والأميرة بوحصان بيبوس الأميرة اللي في نفس الحصان بس حاسب السك عشان انت اللي بتسوق المهم تاني يوم الحربية بتروح تهدد بنتنا انها تفضحها في كل حتة ولازم تسيبها بوحصان عشان هيتئذب سببها وممكن يتفصل من اتحاد الطلبة بس ابننا بيشوفهم بس هي بتروح لرئيس الجامعة تاني يوم وبتلاقي اختها هناك وكل واحدة بتحاول تقوله ان هي اللي غلطة هنا مش التانية ولما ابننا بيعرف بيجري مع صاحب ويلحقها وبيحاول يتكلم مع رئيس الجامعة فبنتنا بتندم عشان هي هتبوز لمستقبله فعلا زي ما الحربية قالت لو فضلت معي وتاني يوم بتروح قدام التلفزيون اللي بيتزعل الجامعة كلها وبتكرر تعترف بكل حاجة ويتشيل هي كل اللوم وان محدش كان يعرف ولما ابننا بيروح لها بيحاول يتكلم معها في السكن او في المحل ما بترداش تفتح له ولا تتكلم معاه وكمان بتكرر تسيب الجامعة فترة لحد ما الدنيا ما تهدى اما ادارة الجامعة بتتناقش وبتكرر ان منحة التبادل بتاعة اخت بطلتنا هتفضل زي ما هي ولما ابنتنا بتعرف بتجري على الجامعة وبتحاول تقابل بطلنا وتحدونه وشكرا وانا اسفة ان كنت جبانة وهو ما بيرداش يسامحها وبيقول لها مش كل مشكلة هتسيبني وتهربي وانت مستعدة تتخلي عني دايما صراحة بقى معا حق بس هي من وقتها وهي بتحاول تلفه وراه عشان تصالحه وبتقول للمطرقاة انها تستحمل منه اي زعل عشان هي تستاهل الصراحة المهم بيرجع لها في الايف اما بقى ابو حصان ما كانش هيسيبها ولا حاجة عب عليك وتفكروا فيه كده هو بس هيقرس ودنها شوية عشان لما يبقى فيه مشكلة قدام ما تهربش زي كل مرة وعمال يقول لك ابو انا حرفيا بدوس على قلبي عشان مجريش اخدها بالحضن شوية بس اما الرسام صاحبها فخلاص بيقرر انه يرجع بره يكمل دراسته لانه فقد الامل انها ممكن في يوم تحبه وفي يوم ابو حصان بيلاقي صاحبه بيكلمه بيقوله تعالى ابني في المكان الفناني بسرعة دي الموزة بتاعتك هتقفل المحل وشكلها ماشية فلما بيروح المكان بيلاقيها جنينة وبنتنا معلقاله انوار وصرفة ومكلفة ورسمة سور كتير ومعلقها لذكرياتهم سوا وكانها يعيطها بيشوف اللوح لحد ما بيلاقي بنتنا في وشه هي بتقوله انها بتحبه ومش هتسيبه خالص وانه اجمل حاجة حصلت لها فهو ما بيستحملش يمثل اكتر من كده وبيشدها وبيبوسها واسحبهم واقفين واختها والوات دودة ومبسوطين قوي اما قابه بيتفرجوا بيقول للم ترقع نفسي في بوسة طب مش هتحني عليا فبتقوم زغراله فبيقول لها آسف خلاص والوات دودة واخت بنتنا عايشين في تبات ونباتهم ما كمان وكل اللي انتو شايفينهم بقوا مقابل زي ما عادة انا وانتو والرسام يعيني وهنا يا حضرات بنتنا العزيزة بتقول لكم ان قصتها ما خلصتش ولا حاجة دي لسه هتبدأ وبتسألكم والسؤال امانة يعني اخبار قصتكم ايه قصة حبكم ولا قصة دراساتكم احكولي اي حاجة في الكومنتات يا اعزائي وعزيزاتي احب اسمع عنكم كل خير والله وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة ولو ما شفتوش الفيديوهات اللي فاتت على القناة انا مرأباكم اهو وهاعرف ليا مصادري ويه سلاك